في ناس بتطلق بترجعة الجوءس شيرين عبدالوهاب بعد كل شي صار مع حسام حبيب والضجة اللي عملتها وشفنا كمان الصحافة اللي بسئل شو خبر كمان عودتها بمطرح معين لزوجة في شي غريب هلا شيرين أنا بعرفها من 30 سنة مش حسام حبيبي اللي علمها عن المخدرات ها أول نقطة شيرين وقت اجي تصورت باللبنان للأسف الشديد كانت تنطرطة يصار المخدرات لا تطلع تصور علا صارنا نحكيها على المفضوح لأنه انفضحت كل الأمور وتهم وزور للزلمين اللي كمان اللي دخل بين قصة حسام حبيب وشيرين عبدالوهاب هو بايه لحسام وخية اللي كان بده يوقف أنه هي يكون عندها صلاحية على مصرياتها وبده يفوتها تتعيلج بالقوة هلا أنا إذا بدأ أحكي من ناحية الإنسانية شيرين لازم تتعيلج من المخدرات لأنه هو واحد وقت بيبلش بيمخدر بيصير بنوع بعدين بنوعين بعدين ثلاثة بعدين بأربعة وبعدين بينتزع صوته وبعدين بينشفوا المكوز وبعدين ممكن ينفليش يعني المخدرات حتى لو كانوا كوكاين وبيقولوا أنه سامرة الأغنياء أو الملوك مش مزبوط بدا تنزع الجسم بدا تنزع الجسم بس مشكلتها مع حسام حبيب الهيئة أنه هي يمكن بتحبه أو عير في أنه هو ما متهم بشي ترجعت له رجعت له بكتب كتاب يعني أنت بتقولي ما عا حق ما عا حق أنه ترجع له بعد كل شي عملته ما بتحسي في شي غريب بس هو لقبل هو ما أنا هيدا بتقوليك هو كيف حطه على حاله بس هو كيف حطه على حاله في شي ما ما بنعرفه بيناتهم أصلا دايما وقتناه بطلق للعالم عم بتقول أنه لقيت علي قصص عم بيهددها عم بيخوفها في معه أخبار يا رالف يا حبيبي المضمن على المخدرات شو ما لقط عنه فكرة كفرقينة معه وقت وعد بيتعطى مخدرات ويكون رايح للموت بتفرق معه شو بدك تحكيه شو بدك تهديد شو بدك تعمله شانتاج نحن بنشتغل بجماية نصراته مع المضمنين على المخدرات إذا بخبرك كيف إني ما فرقيني معهم شي ما بتفرق معهم شي خصوصي إذا وعد عم بيتعطى كتير وبحيلة أنه يروح يتعالج شو بعد بده يهددها لشيرين بس أنا اللي بيزعل منه أنه شيرين صوته كتير حلو شيرين من الأصوات القليلة بالشرق الأوسط اللي عندها هالعرب الحلوة وهالصوت الحلو والحق عليها بشغلة هي وحسام حبيب أنه هني عرضوا مشكلهم على تويتر يا خي السوشال ميديا بدنا نحكي فيه هلأ أنا وياك لأنا قريني هون على السوشال ميديا لو ما قريني هون على السوشال ميديا ما كنا حكينا فيهم بس أنه هو كرجال بعد كل شي عملت فيه إذا قبلين الحق علينا صحافة هني دخلوا لحياة شيرين ولا شيرين هيا في صحافية دخلوا وخبروا كل شي كذب خبروا كل شي كذب مثل مين مثل مين في ناس صاروا يخبروا أشياء كذب عنها مين طي يعرفوا العالم يعني مين عم بيكذب مين ما عم بيكذب ما لو قلتلي كنت جربت أقرأ أشياء أتذكر شو لا أنت بتذكرها حتى الخبار هلا أنا حساب حبيب مش عم بتذكر وبالبادي لا ينقل تشتبعك وقت برمت راسك لهنيك يعني عم تفكر إذا بتقولي ولا لا بخلوني أنه أنا بكره هالشخص مين بس هني بيعرفوا يقروا كل الاشياء بيعرفوا مين صادق مين مش صادق بس يلا ما عنديك الجرقة تقولي لي مين مش قصة الجرقة ما بدي أظلم لأنه بسيبنا نطول كتير بالحديث إنه هون حكيوا صح هون ما حكيوا صح هون حكيوا خلص بكفة أزمت منها شربي بمطار قاهرة محيزتها على مادة الحشيش جدا 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 بتأسف لهالشي من بعد ما تكون نجحت بمسلسل بطلوع الروح لتحكي فيه عن الإرهاب الإرهاب اللي بيسوق المخدرات الإرهاب اللي بيسوق النسوين الإرهاب اللي بيقتل الطفالة والنسوين بتطلعي أنت معك بحوستك مخدرات نحن الأخدناكي كمثال أعلى عم تحكي عن رسالة اجتماعية كتير مهمة أنا جدا جدا تستفت وزعلت لأني أنا معجبة بيشغلة لمن شلبي ومعجبة بأداء التمثيلة ومعجبة كنت كتير بيبطلع الروح صورة هايفة وهبة بالسعودية والتنمر يلي صار بعد هايفة حل عنا لهايفة بقى حل عنا لهايفة أصلا الصورة اللي مأخوذة مش مأخوذة مزبوط وما عندها هلقات تجاعد بوجها ملعوب فيها الصورة آخر مرة أنا شفتها بحفلة مستر لبنان بتستحلي تشوف يعني أوكي بطلت صغيرة بالعمر تبا قول كبرة بالعمر بس ما عندها هلكم الهائل من التجاعد ولا هلا يعني معتمين الصورة كتير هم شوهينة يعني أكيد حدا حاطت حطاطه بحطاطة بعد إن شاء الله يصير عمرها ميتين سنة كيف ما كانت هيفرحة من الحباه ما قدروا ليه رجعوا بعد يعملوا الضربة بأصالة ليش طيب شو الهدف خياتي أنت اللي بتعرف إنه بالوسط الفني في غيري وهلق الحرب بطلت من فنان لفنان أو من فنانة لفنانة صارت الحرب من فنزات لفنزات هوا الفنزات بيكونوا بالحفلة عرفت كيف فنزات فنانة تانية بتكرهها لهيفة صوروا صورة بشعة ونزلوا وبتعرف إنه بتروح بالسوشال ميديا فيرس تعرفين مين ورا هالصورة؟ هي حسب بتويتيتها اللي حطتهم قالت يعني لمحت على أصالة إنه مثل ما عملت فيي لك شو صار فيك هيك لمحت بس ما قالت كلمة أصالة لنتأكد بس ما حدا تصور غير أصالة فدوق بدك أنت تستنتج إنه أصالة بس أنت برأيك أصالة مع أودكن ورا هيك موضوع مع هيفة؟ ما بفتكر أنا لا ما بفتكر ليه؟ لأنه أصالة نشحة إنه عادة اللي عنده عقد وفاشل هو اللي بيعملك إشياء أشكل ريسة وزياد برجي وأحمد ماضي مم ما تقلق إلي أنت مع مين ضد مين؟ لأ أنت مع أول شي بصوت مين حبيت الغنية؟ ريسة أو زياد برجي زياد برجي شو رأيك ميكل شي صار؟ ليك أنا رأيي إجا هو هو هلأ هي ما كذبت القصة سألها ثلاث مرات نيتك صافية تجاه أحمد ماضي قبل ما تاخد الغنية يلي هو عملها لمرته ثلاث مرات سألها وقلت له إيه؟ ألا رح تذكر اسم أحمد ماضي؟ مسجلين عندي أنا مسجلتهم ومنعني أقولهم رجع طلع أقلهم على ويب سايد تاني هايك الفنينين تلعهم خبر لأ طلعهم مع رودولف يرقل بالمجهول اي بس لا سوري بس قيلهم على اي تي دوباي قبل اوكي ما عشفتها ايه لأنه ما خليني انشروا ونرجعوا نشرهم ايه سألها ثلاث مرات هلأ مع رودولف قيل إشية كتير حلوة انت بيه كمان قيل قصة قصص السسام يلي بتدخل بالسسام وكل هوا دي أنا بهنيل رودولف له على البرنامج الحلو اه ده نرجع لزياد وإليسة سألها ثلاث مرات بتقولي اسم أحمد ماضي قيلة قيلة أنا هاي الغنية اللي هي السنة بيشغل عليها لقدمها لمرتي بتديها ايشي اذا جعت غنيتها من بعدك قيلة لا اصلا اللي بدي خبرك هي انه ما في ولا فنين بيكون هو ملحن اوقات او حتى فنين ما بيكون ملحن ما بيغني غنية تانية بحق لهم اذا دفعوا درودوتر للمؤلف والملحن بيستسام بحق لك هلأ انت اذا جيت اي غنية انت بتحب رالف سميلي كل الأخاني متلا بتحب كانت زمنه كان ايه في دكاني بالحقيقة الحان الياس الرحباني ازا بتروح على استسام تدفع لورطة الياس الرحباني درودوتارو بيسمحوا لك فيه تروح تغنية صح يعني بانون المؤلفين والملحنين بتسبني ريمة بس هي كمان ورطة الرحباني بس هاي لليس مش لغة ايه بعرف بس انه بانون استسام بحق له طلعت اللي استدغري من بعدها بمقابلة وما ذكرت احمد ماضي وطلعت فيه تهو يذكر احمد ماضي وهو ما حبته لا احمد ماضي نهار بتخيناه ونهار بتصلحه وهو اياه قامت لقيامي هالبس او متل ايامي كانت حلوة لا رجعت ذكرتنا بقليسة وبزياد برجة وبكل هاوضي الامور انا لقيتها حلوة مهضوم ما لقيتها فيها شي بس سكوت قليسة تجاه الشي اللي شرحوا زياد برجة بيالنا انه كانو زياد برجة هو اللي معوحق مية بالمية هاي ما اعترضت عكل هاوضي اللي قالهم يعني ما اعترضت اشتركوا في القناة